بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح اشرح لكم طريقة تمجد تخزينات في برنامج بس 3 سيف رساينر طبعا البرنامج اسهل من الليكس بلودر الليكس بلودر كلنا نعرف انه لازم تدفع فلوس عشان يعني البرنامج يكون مجاني بس هالبرنامج راح يكون مجاني وبدون تثبيت ما يحتاج تثبيت طبعا راح اطلقكم رابط التحميل بالدسكريبشن من بعد ما تحملون الملف راح يطلع لكم بالطريقة هذي انه راح يكون مضغوط راح نفتح الضغط بس قبل كل شي هالملفين ما راح تحصلونهم يعني بالتحميل هذي حق الشرح بس راح اشرح لكم طريقة الدمج اوكي نحين راح نفتح الضغط عن البرنامج اوكي راح يطلع لكم ملف من بعد ما تفتح الضغط بهالطريقة هذي ندخل هذا هو البرنامج راح نشغل البرنامج الحين و راح نشرح الدمج ان شاء الله اوه راح تلقى خانتين اللي هي سيف رساينر و كوستومايد بروفايل سيتنجز اوه قبل كل شي راح نروح عند كوستومايد بروفايل سيتنجز ابيكم تتأكدون من شغلة اللي هي هذي الاكواد راح اطلع لكم ياها بالترتيب في بعض الناس تنزل من منتديات و من فما يحصل هالاكواد بالبرنامج فلازم تكون موجودة راح اطلع لكم ياها بالترتيب واحد اثنين ثلاث اربع الاول ما راح يتغير احسب من ثاني واحد يكون الاول راح اطلع لكم ياها بالترتيب بس انسخوا حط اذا ما حصلت هالاكواد بس اذا حملت من الرابط اللي تحت المقطع راح يكونون موجودين ان شاء الله ما يعني ما يحتاج وسووا سيف كيب من بعد ما تحطهم تلصقهم وبس راح يتمون دوم عندك ان شاء الله الحين راح نشرح الدمج نروح عند اللي هي كوستمايد بروفايل سيتنج راح نختار هالكلمة الحين راح نفتح التخزين اللي الاصلية اللي موم هكرة طبعا هذي تخزينة الاصلية انا راح تختار الملف اللي نهايته اس اف او هذا هو بعدين تختار سيف اس بروفايل وان اوكي الحين نروح نتسيف وساينر مرة ثانية فايل اوبن والحين راح نختار التخزينة اللي مهكرة ان شاء الله بس دقائق هذه هي تخزينة اللي مهكرة تختار نفس الشي الملف اللي هو نهايته اس اف او هذا هو اوبن مرة هانية بعدين تختار بروفايل وان بعدين تسوي رساين وراح يدمج لك التخزينة هذا الاحين راح سوي رساين اول ما يطلع لك اوكي يعني خلاص دمج لك التخزينة انسخها على الفلاش وادها البلاس سيشن وبس هذه الطريقة ان شاء الله المقطع اللي بعدها راح يشرح لكم طريقة هذي طلعت لنا اوكي المقطع اللي بعده انشاالله رحрист راح شروح له طريقة تغيير charge area التخزينة يعني 테اب تحولها مثلن تخزين تك أوروبية وديك تحولها أمريكية والعكس صحيح رح نشرح لكم بالمقطع اللي بعده بس انشالله احاصل دعم على هالمقطع واذا شفت الدعم يعني باللايكات انشالله رح انزل لكم الشرح بعده يعني اذا شفت اللايكات وص الله 20 Like راحق شروح لكم انشاالله The Free Area طريقة تغيير charge area والحين خناوريكم التخزينة اللي مهكرة بس سكى البرنامج الحين روح حق ملف التخزينة اللي مهكرة رح تلقى ملفين صاروا عندك او مثل انتين هم مهكرين بس الثانية احتياطي اذا مسحت عندك الاولى من البلاستيشن بالغلط احد مساحها وانت مساحتها تقدر ترجعها عندك نسخة ثانية اللي هي بس تعدل عليها تشيل هذي الاغواس وهذه تمساحها وتعدل على الاسم وبس تنسخها مرة ثانية رح تكون عندك موجودة ان شاء الله وبس اتمنى ان اعجبكم يا شباب التشرح اذا اعجبكم الملقى اعطوني لك واذا تبعون مغاطع اكثر سبسكرايب ويعطيكم العافية